بسم الله الرحمن الرحيم أنف لا مؤمنين ذلك الكتاب لا ريب فيه تدل المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم يوفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سباء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون فتم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يفادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فذادهم الله مروا ولهم عذاب أليم بما كانوا يفذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا قلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طويانهم يعمهون أولئك الذين اشترغوا ودالت بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أغوأتنا حوله ذهب الله بنورهم ودركهم في ظلمات لا يبذرون وهم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كطيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون الصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يختف أبصارهم كلما أغوأ لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قابوا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من السمراض رزقا لكم فلا تجعلوا لله أنباذا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كل ما رزقوا منها من سمر في الرزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل من قبل وغتوبه متشابها ولهم فيها أزواج متهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحي أن يغرب مثلا ما بعوة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يغل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يغل به إلا الفاتقين الذين ينقون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل أن يوصل ويصدون في الأرض أولئك هم الخافرون كيف تغفرون بالله وكنتم أمواة فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استمى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائك بإني جاعل في الأرض صليفة قالوا أتجعل فيها من يفتد فيها ويسك الدماء ونحن نسبس بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرواهم على الملائك فقال أنبئوني فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم قال ألم أقل لكم إني أعلم مي والسماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأذلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهدتوا بعوكم لبعو عدو فلكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حيث فتلقى آدم ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبتوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها طالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم أنعمت عليكم وأوفوا بعهد أوف بعهدكم وإيايا فرهدون وآمنوا بما أنزلتم صدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإيايا فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباتن وتفتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تجلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على القاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون